موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام ننتقل بكم الآن وعلى الهواء مباشرة إلى قصر السيف لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص باجتماع مجلس الوزراء فإلى هناك بسم الله الرحمن الرحيم عقد مجلس الوزراء اجتماع الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي أونلاين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح حول أحداث الشغب والفوضى التي قام بها عدد من مخالف الإقامة الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم والذين كانوا يطالبون سلطات دولهم بالسماح لهم بالعودة إلى بلادهم كما أحاط المجلس علما بالإجراءات التي قام بها رجال الأمن بوزارة الداخلية للسيطرة على الوضع واحتواء هذه الأعمال العبثية وحفظ الأمن وما تم اتخاذه من تدبيرات حازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات المرفوضة وجهود جباء وقد عبر سموه رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لكافة منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم المخلصة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب الالتزام من كافة المواطنين والمقيمين تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على أمن البلاد والتعاون مع السلطات الأمنية حتى تنكشف هذه الغمة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأن يعيش على أرضها من كل سوء ومكروه ونورد لكم بعض التكليفات والقرارات تكليف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الأسكان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأجيل الأقصاد المستحقة على المواطنين الراغبين بالتأجيل لصالح بنك الاعتمام الكويتي نظير منحهم القروض العقارية والاجتماعية وذلك لمدة ستة شهر من تاريخ صدور هذا القرار وبما يضمن عدم زيادة القصد الشهري المستحق مقابل تأجيلها تكليف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لإنشاء وتجهيز السكن الخاص بالكوادر الطبية والفنية التي ستقوم بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالمستشفى الميداني في أرض المعارض بمنطقة مشرف وذلك وفق المواصفات والمعايير التي تحددها وزارة الصحة بهذا الشأن الموافقة على مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقصاد المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة وتكليف وزير المالية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع ثم أحاط وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح المجلس علما حول آخر المستجدات المتعلقة بالوضع العالمي لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح تفصلي قدمه كل من الدكتور أبو ثينا المضاف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة والدكتور محمد الخميس الأستاذ المساعد في علم الأوبية بجامعة الكويت بشأ الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا المستجد بدولة الكويت وعرض الحالات حسب التوزيع الجغرافي في البلاد والفئات العمرية والجنسية وكذلك مقارنة الوضع في دولة الكويت بالدول الأخرى كما تضمن العكاسات الإيجابية على أعداد الإصابات بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في دولة الكويت ونتستأذنكم راح تشاركنا في المؤتمر الصحفي اليوم الدكتور أبو ثينا المضاف والدكتور محمد الخميس في هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم قدمنا اليوم عرض لمجلس الوزراء الموقر عن الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا المستجد كوبيد نايتين بدولة الكويت حيث تم عرض آخر الإحصائيات والإجراءات المتخذة منذ بداية وفود المرض لدولة الكويت والجهود الكبيرة التي بذلت لاحتواء هذه الجائحة وللسيطرة عليها وتمت الإشارة إلى أهمية الاستمرار بالإجراءات الاحترازية للتحكم والسيطرة على الوباء باتخاذ الطرق المتفق عليها عالميا وهي الفحص والعزل والتباعد الاجتماعي كما تم شرح إجراءات التعامل مع الحالات المحلية وأهم التحديات التي تواجه المختصين في السيطرة على هذا الوباء وتم توضيح نشاط التقصي الوبائي والعزل المناطقي في مناطق مثل جليب الشيوخ والمهبولة والوقوف على عدد الحالات التي تم رصدها في هذه المناطق والخطط المستقبلية لتطويق المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية العالية والتي يتم رصد حالات كثيرة فيها ووضحنا أيضا أهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعي حيث هما من أهم الأسباب لعودة الحياة الطبيعية وشكرا يعطيكم العافية وكذلك تم شرح أن الوزارة تستخدم أحدث النماذج الرياضية والحاسوبية لاتخاذ القرار بشكل فوري وهي طبعا نماذج تعتمل على الحالات التي تعلن كل يوم كذلك مواقعها الجورافية طبعا من بداية الوباء كانت الوضع مستتبئة إلى انتشار المجتمعي وعن طريقة النماذج الرياضية اكتشفنا الانتشار المجتمعي وتم من خلاله اتخاذ قرار مثل تسكير الجليب والمهبولة كذلك هو الحضر الجزء وغيره وتسبب ذلك حتى النماذج الرياضية التي تم استخدامها أكدت لنا أن هذه الأجراءات كانت فعالة وفعلا تم انزال الانتشار المجتمعي ولما نهم أقصد برطاني من الانتشار المجتمعي وهو الشخص الواحد الكثير يعدي من هالناحية فهنا ندري كل يوم الكويتي أو الغير كويتي شو ممكن يعدي بهالطريقة باستخدامها النماذج كذلك هناك النماذج راضية تحددنا بالضبط أماكن البؤر مساحتها الجغرافية والزمانية والمكانية وهذا قاعد تساعد الوزارة في إنها تأخذ أولوياتها في أي بؤرة تبتدي فيها وفي أي بؤرة ممكن سكرتها وفي أي بؤرة تقلص منها ومن بداية الوباء كان عندنا ثلاثين بؤرة مهمة في الكويت تم التخلص من تغريبا أكثر من النصف هذه البؤر والحمد وبينا هذا عن طريق الخرائط الجغرافية التي تم إنتاجها عن طريق النماذج الرياضية والحاسوبية وشكرا أشكر دكتور محمد زملة إذا نقدر نأخذ بالسؤالين بسبب ضيق الوقت تفضلهم معنا تفضل بو يوسف الرأي الصوت بو يوسف تسمع الصوت؟ تفضل نعم حين أسمعك ما حدث في تشب وفي أحد المدارس في منطرة البروانية شنو أخرى بستجدات عليها؟ هل تواصلتم مع وزارة الخارجية مع السلطات المصرية؟ هل سيتم تسيير رحلات؟ لأن الرحلات اللي راح تنطلب بكرة راح تكون مخصصة للكبار السن والمرضى نبيب الفئة هذه متى تبدأ عملية تجلاءهم؟ مشكور بو يوسف على السؤال ما حدث بالأمس أو فجر اليوم هو أمر مرفوض وكان السلطات الأمنية في وزارة الداخلية قامت بواجباتها في فرض السيطرة والأمن داخل هذه الأماكن احنا صارنا فترة في حكومة دولة الكويت نتعامل مع عدد من الدول بشأن السماح لمراكز الإيواء الموجودة عندنا في السماح للعودة مع دولهم وحنا على اتصالات مع أكثر من دولة بالنسبة لنا دولة الكويت اللي صار اليوم الفجر هو ليس بسبب سوء الاستخدام داخل المراكز الإيواء أو بسبب نقص الإمدادات أو بسبب أي سوء إدارة من قبل الحكومة بالعكس الجميع يمتدع هذا الموضوع ويمتدع تخدمات التي تقدم ولكن هناك كانت مطالبات من بعض الجنسيات المختلفة بشأن تعاطي مع دولهم بالسماح فالآن من بداية الأزمة وحنا على تواصل مع كل الدول الصديقة والشقيقة بشأن تسهيل إجراءاتهم بشأن العودة إلى دولهم نأخذ سؤال الثاني تفضل جريدة جريدة بوغوز يعطيكم من آقل بوغوز بوغوز ذكر الدكتور قبل قليل أنها تتعاملوا مع عدد من البوار وتجاوزوا تقريباً عدد تعامل معها نصف من الإصابات البوار وموضوع بالفيروس تصورات وزارة الصحة بالنسبة للأعداد القادم من الأيام هل هناك عدد معين يتوقعون في رصول لهذه الإصابات؟ يعني مرة ثانية أكرر لك يا نحن في الحكومة الدولة الكويت نستمع بصوت عالي لفرقنا الصحية ولذلك السبب كان اليوم معنا الدكتور أبو ثينا الدكتور محمد الخميز لقراءتهم الأخيرة بشأن المستجدات الصحية داخل دولة الكويت فنحن نعم نتخذ هذه الأرقام وهذه القراءات على محمل الجد وكل الخطوات المطلوبة سوف يتم اتخاذها في حينها ولذلك دولة الكويت من بداية الأزمة نقوم باتخاذ قراراتنا بناء على هذه القرارات الخاصة من قبل وزارة الصحة نأخذ سؤال تفضل جريدة تشاهد بالنسبة عندنا موضوع حدود البرية هل هناك مواضيع معينة أو هناك قرار حول فتح حدود البرية علماً بأن هناك بعض الأنفاء خرجت كل أسبوع المقبل أو ما شابع ذلك وهل هناك دول قدمت لكم الإجراء لإجراء رعاياها والتنسيق معها في هذا الحدود علماً بأن بعض الرحلات قاعدت تكنسل ومتعلم بأن بعض الرحلات لإنسوان البينة وغيرها هل هناك تحديد لبعض الدول لتنسيق لمغادرة أبناء من القويت بالنسبة لحدود البرية اللي أحب أكد لك عليه أننا الآن ما زلنا في المرحلة الرابعة من الرحلات المجدولة بشأن عادة أبنائنا وبناتنا ومواطنينا من الخارج وإحنا مثل ما تكلمنا أعلننا عن هذه الفرق وتكلمنا عن هذه التواريخ وجدولتها في القادمة من الأيام فبالنسبة لحدود البرية جاري التنسيق مع الدول الصديقة وكذلك ما هو المطلوب في المرحلة القادمة رح نعلن عنها في وقتها بالنسبة للدول الصديقة التي لها إجلاء رعاياها في دولة الكويت دولة الكويت تترحب دائما في التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة بشأن تسماح لها بالحضور لدولة الكويت والمساعدة بنقل رعاياها بالنسبة لأننا أعلننا من قبل وزارة الداخلية لكل مخالفين الإقامة في دولة الكويت وتم وضعهم في أماكن رعاية خاصة وتم تقديم لهم الوجبات والأماكن المطلوبة في إقامتهم فلذلك قمنا في هذا العمل ليس مجرد اليوم وأمس صالنا فترة أكثر من ثلاثة سابيع نقوم هذا والأمر ما عشي بسلاسة وبرعاية كاملة ناخد سؤال تفضل اخت مناير آخر سؤال نعم أستاذ طارق الضغط الآن مضاعف على وزارة الصحة والملاحظة في الفترة الأخيرة من عدد الإحصائيات أن غالبية الإصابات التي يعلن عنها هي حالات مخارطة وأيضا من مخلطي حالات التقصي الوبائي سؤال أستاذ طارق عمليا كيف تنوي الحكومة تكييف قراراتها الاحترازية وفق هذا الوضع شكرا يعني من هذه نحن من البداية نتكلم ونتحدث في هذا الموضوع هذا الموضوع وباء طريقة انتقالة إلا حد الآن في طرق معروفة وفي طرق غير معروفة دائما نحذر ونكرر وكل إجراءات الحكومة من بداية هذا الوضع واليوم سمعنا الشرح اللي قدمتها الدكتور أبو ثينة والدكتور محمد شون دولة الكويت أثبتت في اتخاذ قراراتها السابقة أنها فعلا كانت قرارات صائبة والتي حافظت على الكويت من انتشار هذا الوباء اليوم بيّنت جراءات السلطات الصحية واتخاذها قراراتها المسبقة يمكن سبقنا عدة دول وتكلمنا في هذا الموضوع سبقنا عدة دول في إجراءاتنا واتخذنا إجراءات قاسية وإجراءات لم نفكر فيها من اليوم هذه الإجراءات هي من حافظة على دولة الكويت وحافظة على البيئة الصحية في دولة الكويت لذلك نكرر إرشادات واحترازات وزارة الصحة والفرق الصحية في دولة الكويت عدم المخالطة عندنا الآن نعرف أن هناك عودة لأبناؤنا وابناتنا من الخارج الحجر المنزلي الحجر المؤسسي هذا الكلام تحدثنا فيه وتحدثنا فيه أكثر من مرة وتم الإشارة عليه في كثير مرة قامت جهود الحكومة في أكثر من مجال قامت الحكومة سواء عن طريق وزارة الإعلام عن طريق الصحف والمؤسسات الإعلامية التي تعمل معنا في هذا الموضوع الإرشادات والتمسك في هذه الإرشادات نرى الجمعيات التعاونية تطبيقها لدخول والخروج وهو بالنهاية مهما وضعنا من إرشادات هو بالنهاية مهما وضعنا من قوانين مهما وضعنا من أفكار هي بالتالي تعود إلى المواطن والمقيم في دولة الكويت تطبيق الإرشادات والاحترازات والتمكين نفس الإنسان من البعض عن هذه المواضيع فالنهاية السلاح معنا أن يكون المواطن والمقيم في تطبيق هذه الإرشادات وإن شاء الله مع الوقت نتمكن في المحافظة على الوضع الصحي داخل الكويت والمحافظة عليه والنجاحات التي حققتها حكومة دولة الكويت في هذه المرحلة والفرقة الجبارة من وزارة الصحة والموجودة في نسبة الشفاء التي نشوفها العالية وإن شاء الله خلال المرحلة القادمة نتطلع إلى مزيد من التعاون نشكركم اليوم أخرناكم في المؤتمر الصحفي ألف شكر لكم يعطيكم العافية إذن مشاهدين الكرام نقلنا لكم وقائع المؤتمر الصحفي في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة